هي الحرب في أوكرانيا وتدعياتها تفرض نفسها من جديد على القمم العالمية فبعد قمة مجموعة السابع هيمنت تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا على قمة وزراء خارجية مجموعة العشرين الاقتصادية المنعقدة في جزيرة بالي الأندونيسية والتي شهدت تجادبات متوقعة بين الموقفين الروسي والصيني من جهة ودعوة الخارجية الأمريكية دول مجموعة العشرين إلى تبني موقف حاسم تجاه روسيا هذه الأخيرة التي أكد وزير خارجيتها سيرجي لافروف تحول القمة إلى قمة لانتقاد موسكو بدلا من مناقشة المشاكل الاقتصادية حيث ترددت بالقاعة كلمات غزاء ومعتدين ومحتلين ما دفع بلافروف للخروج من اجتماعات القمة أكثر من مرة تصريحات تشير بقوة إلى عمق الأزمة الحاصلة بعد الضغط الذي مرسته روسيا على العالم خلال غزوها أوكرانيا خصوصا بما يتعلق بملفي القمح والطاقة والذي قال الأفروف إنهم مستعدون للوفاء بالتزاماته في وقت اتهم أمريكا بإجبار أوروبا وبقية العالم على التخلي عن مصادر الطاقة الرخيصة والتحول إلى موارد أغلى بكثير ملفات تشيب وضوح إلى الصراع العالمي الجديد الذي بدأت الدول الكبرى تصب كامل جهودها السياسية عليه وتبحث عن مصادر بديلة وتشن وتدعم حروبا لأجلها في وقت لا تزال المبادرات الدبلوماسية عاجزة عن إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية وتداعياتها وأخطرها انتشار الفقر الذي طال خلال ثلاثة أشهر فقط 71 مليون شخص من سكان دول متدنية الدخل وفقا للأمم المتحدة فضلا عن مخاطر ركود جديد يتهدد الاقتصاد العالمي